اشتركوا في القناة ايه وسائل الاجتماعي اللي انت ممكن تتفكر فيها بقى فعند social media social media يعني وسائل التواصل الاجتماعي social media هي عبارة عن ايه بقى social media is when we use computers لما بنجي بنستخدم اجهزة الكمبيوتر and other devices واجهزة اخرى to share share يعني نشارك to share ideas thoughts نشارك الافكار and information المعلومات and have fun والاستمتاع read and circle the browse browse اللي هي الايجابيات about social media in blue يعني الحاجة اللي هي فيها ايجابيات من السوشال ميديا هاعمل عليها circle باللون الايه البلو باللون الازرق circle the cones in red اما السلبيات cones يعني السلبيات هنعمل عليها circle باللون ال red باللون الاحمر you can have fun you can have fun يعني انت ممكن تبقى تستمتع بي من خلال السوشال ميديا بحاجات كويسة مثلا فهي ديت ممكن اعمل عليها circle باللون البلو ديت من الايجابيات يبقى ديت bruise من الايجابيات يبقى اعمل علي you can have fun circle باللون البلو باللون الازرق people you don't know الناس اللي انت ما تعرفهاش can contact you ناس ممكن ما تعرفهاش هيتواصلهم بيك دي من السلبيات دي من ال cones من السلبيات يبقى ديت اعمل عليها باللون ال red اعمل علي ديت circle باللون ال red باللون الاحمر عشان ديت من السلبيات you can share photos انت بامكانك تشارك الصور بتاعتك ديت برضو ديت هتبقى دي من الايجابيات يبقى لونا باللون الازرق يبقى اعمل عليها circle باللون البلو باللون الازرق you can talk to friendis انت ممكن تتكلم مع اصدقائك and the family والاسرة طبعا دي اعمل circle عليها باللون الازرق عشان دي من الايجابيات you can find information انت ممكن تحصل على معلومات for your homework عشان الواجب بتاعك يبقى دي برضو اعمل عليها circle باللون البلو باللون الازرق يبقى دي من الايجابيات people can tag you in photos يعني بعض الناس ممكن تشير اليك when you don't want them to يعني انت مش عايز كده يعني انت مش عايز كده يعني ممكن واحد يعمل عليك اشارة للصورة وانت مش عايزه اصلا يعمل كده فدي من السلبيات يبقى اعمل circle على على دي باللون الرد باللون الاحمر يعني زي دي كده في حد اعمل اشارة لك وانت مش عايز يعمل الحاجة دي فدي من السلبيات يبقى هنا هاعمل circle باللون الرد باللون الاحمر you can be creative you can be creative يعني انت ممكن تكون مبدع دي اعمل عليها circle باللون البلو باللون الازرق people can take your personal information يعني فيه ناس ممكن تحصل على معلومات شخصية عنك يبقى دي من السلبيات يبقى هنا هاعمل circle باللون البلو باللون الازرق you can play games انت ممكن تلعب العاب دي ممكن ماشي دي باللون البلو باللون الازرق دي من الاجابيات some people can bully you some people can bully you يعني فيه بعض الناس ممكن تتنمر عليك يديقوك يبقى دي من السلبيات يبقى اعمل دي باللون الرد باللون الاحمر you can learn interesting things انت ممكن تتعلم اشياء ممكن انت مهتم بيها او مفيدة يبقى دي باللون باللون الازرق باللون البلو think which يعني اي which of the cons ايه من السلبيات is scary مخيف why لماذا ايه اكتر حاجة من السلبيات ممكن تخوفك i think انا اعتقد او من رأي it's scary حاجة مخيفة that people can bully you online ممكن الناس تتنمر عليك عبر الانترنت يبقى bully معناها يتنمر read and choose a or b number one you should انت ياجب عليك you should make new friends online انت ياجب عليك should يعني ياجب عليك make new friends انك تتكون صدقات online عبر الانترنت or you should انت ياجب عليك accept to be friends only with people you know انت يجب عليك انك تتتوافق انك تتكون صدقات مع ناس انت تعرفها or ما تعرفهمش عبر الانترنت طبعا هتبقى b يبقى اعمل هنا علامة صحة كده على letter b يبقى هي دي الصح يبقى you should انت ياجب عليك accept to wafe على الاصدقاء be friends only with people you know ناس انت تعرفها يبقى هي دي اللي صح number two i should keep my password secret i should انا يجب علي keep يعني احتفظ my password secret على كلمة السر secret تبقى سرية طبعا ما قولهاش لأي حد يبقى هي دي هي دي الصح i should give my password to anyone who ادي كلمة السر لأي واحد عايزها طبعا دي غلط يبقى هي الاول واحد هي دي اللي صح number three i should tell everyone انا يجب علي ان انا اقول لكل واحد my birthday and my phone number اقول لأي حد على عيد ميلادي ورقم التليفون بتاعي طبعا دي غلط i should keep my personal information secret لازم احتفظ بالمعلومات الشخصية يبقى دي اللي صح يبقى بيه صح يبقى بيه is correct language focus طبعا شود بيجي بعدها الفعل في المصدر شود بيجي بعدها الفعل فين في المصدر يعني مش من ضف له is ولا ed ولا i in i should only give my phone number phone number اللي هو رقم التليفون to my friend لأصدقائي i should turn my phone انا يجب على ان انا اقفل التليفون بتاعي i should turn my phone off at night بالليل i shouldn't use my phone late at night انا يجب على ان انا استخدم تليفوني متأخر بالليل يبقى دي اللي النصيحة بستخدم شود هنا اللي النصيحة look at the boy بص على الولد دوت in the photo في الصورة how do you think he feels هو بيشعر باي what is the problem problem يعني مشكلة what is the problem ايه المشكلة بتاعته فنشوف ايه المشكلة دلوقتي magdi is talking to his cousin to his cousin well magdi بيكلم مع his cousin يعني ابن عمه well listen to the story what happened طبعا على حسب listening الاستماع ان في واحد تنمر على على مجدي تنمر عليه دايقه فكان بيقول عليه بيقول له انت غابي طبعا ده سلوك طبعا سيء جدا وسلوك ما ينفعش وحاجة باردة يعني ان تبعث لواحد تقول له انك انت غابي دي طبعا ده اسمه ايه تنمر انك انت بتدايق واحد فاوائل قاله الوالد اللي هو بعت له الحاجة ديت وطبعا راح تأسف لمين تأسف تنشوف الاسئلة بقول لي مجدي started a new school ولا سبورت السنتر طبعا a new school يبقى من تسرك على a new school number two he had a problem with bowling in class ولا online هل التنمر ده كان في الفصل ولا بعت له رسالة عبر الانترنت طبعا بعت له رسالة عبر الانترنت اللي هي online يبقى من تسرك على online number three شريف سيد مجدي was stupid ولا أجلي شريف كان قال على مجدي was stupid قال انه كان غبي ولا أجلي قبيح طبعا كان قال علي انه غبي يبقى من تسرك على stupid stupid يعني غبي أجلي يعني قبيح يبقى من تسرك على stupid number four مجدي تكلم مع مدرسه ولا داد طبعا هي أول حاجة تكلم مع داد مع والده يبقى من تسرك على داد يعمل تسرك على داد number five now مجدي now يعني الآن مجدي is happy سعيد or sad حزين طبعا لما زمنه تأسف له وحس بالغلط اللي هو عمله فطبعا مجدي استريح نفسيا وبقى هبي سعيد يبقى من تسرك على هبي يبقى لما حد يتنمر عليك لازم تقول مدرس بتاعك أو لوالدك طبعا وفي مثل بقولك الكلب لو كان بص على ديله ما كانش عايب على غيره ترجمة نانسي قنقر